تنطلق بعد غدنا ثلاثة فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي 2018 وتستمر إلى الخامس والعشرين من شهر غسطس المقبل لمدة سبعة وأربعين يوم وأكد سعادة الشيخ سالم بن عفيد الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي أكد استكمال كافة التجهيزات لانطلاق فعاليات المهرجان لهذا العام وسط العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في مختلف المجالات وأشار سعادته إلى جاهزية مركز البلدية الترفيهي لاحتضان المهرجان واستقبال الزوار بعد الجهود والمتواصلة لإصلاح الأضرار الكبيرة التي سببتها الحالة المدارية الأخيرة وأثرت على المرافق العامة داخل المركز بالإضافة إلى إنشاء خمس قاعات جديدة وفق أحدث المواصفات مخصصة لإقامة المعارض المتنوعة للجهات الحكومية والخاصة والأهلية لتكون إضافة جديدة لمنشآت مركز البلدية الترفيهية